ايران اسلحة ومخدرات ربما يبدو هذا العنوان الاقرب للدور الذي تلعبه هذه الدولة في اليمن والذي يتكشف كل يوم بادلة تثبتها احيانا اياد حوثية او مقربة منها وثائق حصلت عليها قناة بلقيس كشفات عن ارسال ايران لشحنة ادوية كمساعدات للحوثيين يصل حجمها الى 77 طن بينها 23 طن مواد مخدرة تسبب الادمان ويحرم المتجرة بها بحسب القوانين الدولية لجنة تحقيق مشكلة من جهاز الرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الصحة بعثت بتقرير لرئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور قالت فيه انه تم فعليا وصول تلك الشحنة الايرانية مطلع شهر مارس من العام الحالي وبيعها في السوق السوداء مباشرة دون توريدها لمخازن وزارة الصحة التابعة للحوثيين بصنعاء واضافت انه تبين من خلال التحريات والادلة ان وزارة الصحة حصلت على معونات ادوية تقدر قيمتها باكثر من مليون ونصف المليون دولار امريكي واوضحت اللجنة ايضا ان المعونة التحتوي على البثيدين والترامدول والديازي بام وهي مواد مخدرة مسببة للادمان يحضر بيعها في صيدليات العامة اما عن مصير هذه الشحنة ووفقا للتقرير نفسه فتم المتاجرة بها خارج مخازن الوزارة وذلك بتوقيع وكيل قطاع التخطيط والتنمية نشوان العطاب الذي قام بتسهيل وتمرير كافة الاجراءات للافراج عنها ومن ثم التصرف بها وعدم توريد اي جزء منها الى مخازن الوزارة بما فيها الادوية المخدرة بحسب التقرير هذه الشحنة الايرانية للحوثيين ليست الاولى ولن تكون الاخيرة كذلك منذ ان اعلنت ايران صراحة في الرابع والعشرين من مايو 2015 وعلى لسان نائب قائد فيلق القدس للحرس الثوري الايراني اللواء اسماعيل قاني دعمها للحوثيين عسكريا وتدريبيا ولوجستيا الجيش الوطني والبحرية الامريكية وقوات التحالف العربي كشفوا لاكثر من مرة عن ضبط شحنات اسلحة واجهزة اتصالات لاسلكية في طريقها الى الحوثيين كما تم الحصول على كميات من تلك المواد المخدرة في العديد من ثقنات عناصر الحوثي خلال مشاركتهم في الجبهات العديد من شحنات الاسلحة والادوية تم الكشف عنها دوليا واقليميا وما خفي كان اعظم فايران مستمرة على ما يبدو في تحدي المجتمع الدولي عبر دعمها البنيشيا بالاسلحة والمواد المخدرة وبكل ما يلزم